السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة الجميع مشاهدين الكرام. اهلا ومرحبا بكم معي مرة اخرى في هذا اللقاء الجديد. نتمنى تكونوا بخير ولا خير. اينما كنتم كما العادة ودائما. اه فهذا الفيديو صراحة ما قديش نطولها لكم بزاف. كي نجور دي النقط اللي قد نهضر علم لهم مهم. النقطة اللولة اللي مهمة كتعلق بالسكان ديال تيطوان والناظر. ديال القادية ديال الفتح ديال المعابر ديال السبتاء امليليا تدريجيا الفئات كل مرحلة شكون هما الفئات اللي غادين يدخلوا. سبق لنا وحضرنا في هاد القناة وتكلمنا على واحد النقطة اللي كتغفل علها بزاف ديال الناس اللي كتعلق بالسكان ديال تيطوان والناظر. لقلنا كي المعاهدة اللي موقع لها اسبانيا ديال السكان لهاد المناطق هدي اللي كتسمع لهم يدخلوا لهاد المدن بدون تأشيرة ديال شانج. هدرنا على هاد الموضوع وقلنا اهليه غموض كتيرة. اعطونا جوج ديال المراحل المرحلة اللي اولى للمقيمين ديال دول الالتحاد الاوروبي. المقيمين تمايا. يعني الى اخريه المرحلة التانية. اعطاوه لنا لدو كل الناس كما قلنا العمال عبر الحدود اللي مصرح لهم قانونية. شفناهم اشنو اللي داروا لهم. الفيزا الى اخريه. فيزا ديال النهار ما نعرف اشنو. كنت تعقيدات اللي هي كثيرة. المشكيل كين واحد لغموض اهناية. وكنا كنت ننتظروا المرحلة التانية شكون هما الفئات اللي كانت غدا تشمل. كين عليها صمت وكين جديد في هاد القضية هذي. والنقطة التانية اللي ما قديش نطول فيها بزاف. كتعلق بعمليات مرحبة والزيارة ديال الوزير ديال الداخلية ديالنا ديال المغرب الفتيت. الاسبانيا. اليوم اللي كان عنده اجتماع مع الوزير ديال الداخلية ديال فرناندو جراندي مارلاسكا. لكذلك على الحساب الرسمي ديال الوزارة ديال الداخلية ديال اسبانيا. حطوا لنا بان البداية دي العملية مرحبة دياله اليوم. واسبانيا جلندات اه تقريبا ما يقارب ستاشر الاف. ستاشر الاف ما بين الناس ديال الامن. يعني ما بين البوليس. وما بين الناس ديال الحرس المداني. وقد تتكلمين على تلاتة وتلاتين بوكي ولا تلاتة وتلاتين يعني باخرة اللي غدا تسير هاد العملية ديال المرحبة. يعني باش تدي الناس وتجيبهم ما بين المغرب واسبانيا. وقد تتكلم على العدد ديال الناس اللي ربما غادين يدخلوا للمغرب ولا غادين يمروا عبر هاد المرحلة ديال عمليات المرحبة. اه ما يقارب ثلاثة ديال المليون. حسب اخر عمليات مرحبة دازت يعني ديال هاد السنوات اللي فاتوا من اللي جات نورهم يعني الجائحة وحبسات. القضية ديال الزيارة ديال الوزير ديال الداخل كيقولوا بانها في النطاق ديال التعاون راك نعرف واشنها هي التعاون اللي كيتعاون فيها اسبانيا مع المغرب. في عدة مجالات هذرنا عليها بلما ندخلوا في التفاصيل. ولكن انا اللي غاد يركز عليه كيما قلت الاخوان هاد العملية ديال المرحبة. يعني باش نكون مواضحين في النقطة لان كينا عليها لغة كتير وكينا بزاف ديال تكهنات وكينا بزاف ديال الاخبار يعني الملخبطة. الحاجة اللي غاد نركز لكم عليها هو الناس اللي كي يقول لك ربما المغرب يسد علينا ربما الناس يرغموهم باش يديروا يعني التلقيح ربما. انا كنستبعد هاد الامر هادا نهائيا. يعني منطقيا منطقيا ما يمكنش للمغرب يسد على ثلاثة ديال المليون ولجوش ديال المليون ديال المغاربة العالم في المغرب. هاد الامر هادا نستبعد. غير الامر اللي كين هو الغلاء ديال التذاكر. الغلاء ديال البنزين. اسبانيلا لحتو مؤخرا كتكلم يعني ان ليترو ربما يوصل في الصيف لثلاثة ديال الاورو. ثلاثة ديال الاوروات يعني غادي وصل الليتر الواحد. وغايدوزو حد العدد كبير ديال الناس وغادي يكون النهب ديال الناس. يعني غادي يكون تعسف وهاد الاتمنة ديال غازوال غدا تكون غالية بالزافة للناس. يعني الناس غادي تكرفس. لا في المازوت. وكما قلت لا الغلاء كذلك يعني ديال البيت ديال البعاء واخير. يعني الناس غادي تمشي ماشي ما غادي تمشي. ولكن داك الصيف اللي الموال في ان كان دوزو. ايش حال هادا? عافى عنه الزمن. يعني خاصنا نديرو هادشي في الحسبان ديالنا. ونديرو بان كينو هاد الحاجة الاسمي تغلاء ديال المعيشة بصفة عامة. الاكباش ديال العيد. يعني المعيشة المواد الاستهلاكية يعني اللي كان اللي كانستهلكوا يوميا. كما قلته المازوت اوزي دوزي. هاد مهما بزا. خصوص هاد المعابر ديال سبتا اومليليا ديال السكان ديال المناطق اللي قرابل لها ديال الناظر كما قلنا وتطوان. لان هاد الناس كان عارفوا كما قلنا كنا معاهدا اللي كتسمح لهم يدخلوا لهاد المدن بدون تأشيرة. فقط بالباسبور ديالك. بدون ما يطلبوا لك يعني السلطات دير اسبانيا. يعني لان سبتا اومليليا هما حاليا اسبانيات. حتى واحد ما يقدر ينكر هادشي. بيدرو سانشيز شرع بها في امه البرلمان وقال انا قلتها في القصر يعني عند الماليك спلني المغرب وقلت هنا وقلت هنا وقلت هنا وانا ما زال اكد عليها. والقادية ديالسبتا اومليليا هنا ما نسمحوش. ان مثلا الجرائي ديال مغرب ولا شي ناس اللي قدروا يتكلمو يقولو سبتا اومليليا محتلتين. قال هاد الامر هده ما نسمحوش به. يعني كين صمط في الهات القادية كينش حالل اخوان? ليما مفهوماش بخصوص القادية ديالسبتا ومليلية باش نكونوا واضحين كينشي حاجة لمنفهماش علاش لان هاد الناس اللي كان مسمح لهم يدخلوا بهاد المعاهدة هاده حتى وحد ما اعطاهم شي تصريح وحتى حتى وحد ما اعطاهم تفسير بمعنى اخر ان كين تبخى متبوخة ممايا كينشي حاجة لمنفهماش خلاصة القول حتى وحد ما اقدر يتجرأ ويتكلم على هاد الموضوع هذا على العموم كما قلنا اعطونا جوج ديال المراحل عرفنا المراحل المرحلة الليولة شكو يدخل فيها والمرحلة التانية شكو هم الناس اللي كيدخلوا فيها كما قلنا ذاك تزيار عليه موقع ذلك للعمال الى اخره دابا كنا كنا نتسنو شي مرحلة تانية ولا تالتة ونشوف بعد الفئات اللي انا كنا كنا ننتظر خصوصا انا من هاد القناة كنا ننتظر ان الامر غير يتعلق دابا هاد الناس اللي كنا نتظر عليه ولكن يبدو ان اسبانيا يعني غادية في هاد المصار اللي غادت تخلى يعني بصفة رسمية لهذا المعاهدة علش لانها مدات مدات هاد البروتوكول اللي خدامين بهذا بقى في النطاق ان الصفر غير ضروري وكذا الى اخره كنا نشوفوا السياح كي يدخلوه كي يخرجوهن يعني السياح خدمة في الدول كاملين وما كيتكلموا على ان هاد المعابر هادول هاد الممرات يعني اه تفتحوا للصفر الغير الضروري الصفر غير الضروري في اطار الجائحة وهذا الى اخره المهم مدوا لنا هاد الاجراءات هذه بمعنى اخر انه غاد يبقوا يدخلو فقط هاد الفئات اللي تكلمنا عليهم الناس اللي بدأوا يدخلو في نهار سبعة والناس كذلك اللي هو العمال اللي بدأوا يدخلو نهار واحدة وثلاثين في الشهر اللي الفات. هاد هؤ있는 اللي غادين يبقاوا يدخلو فقط ما غاد يدخل حتى شي واحد خر حتى الخمستاش في الشهر سبعة هاد شي تنشر اليوم وفي الجريدة الرسمية ديالенийسPANIA بمعنى اخر هادو هما الناس اللي غاد يبقى مسموح لهم الدخول والخروج من هاد المدينتين ديال سبتة امليليا الى اشعار اخر وكما قلت انا استبعي وانتمنى نكون غالط لانا سبق لي ودرت في هذا الموضوع وقلت اسبانيا كتبخشي تبخت ممايا وكيتطاضح الامر ان اسبانيا تتجه باش تخلى على هديك المعاهدة بصيفة نهائية لاش لان تبين ان في هاد المدة اللي تفتحت فيها هاد المعابر من رجعت العلاقة ما بين المغرب واسبانيا كان كيدخل عدد ديال الناس ما بين اسبانيا والمغرب ولا ما بين هاد المدن هاد المغرب ما يقارب 30 الاف شخص يوميا يعني نزلت هاد النسبة هاد من هاد العدد هاد المبين 3000 حتى 3500 ديال الناس اللي كيدوه كيدخلوا وكيخرجوا يوميا شوفوش حل ديال الفرق وكنضن ان اسبانيا ما غداش تخلع لهاد القضية وما غداش تبدل هاد النهج هاد لانها صابت الراحة دياله والعدد دي الناس اللي ولو كيدخلوا يعني اللي كيسير كله اللي كيتحرقهم بين المدن يعني در سبتهم ليلة والمغرب يعني يقل بزاف تلتالف دي الناس تلتالف وخمسمائة مقارنة مع ثلاثين الف دي الناس هي شي حاجة لا تساوي المهم نتمنى أن لهذا الناس الإخوان دينا اللي يعيشوا في هذه المناطق كما قلنا دي النظر وتطوان يخرج شي مسؤول شي جهات مسؤولة لتشرح لهم وتعطيهم شي تفسير أشن اللي واقع بالضبط وأشن هي التبخة للتبخات بخصوص هاد المدن وبخصوص هاد المعاهدة اللي كانت كل المعليا اللي هي معاهدة قانونية مشاروعة نتمنى يا ربي نكون فتكم ما بغيش نطول عليكم بزاف نخلي وهاد الفيديو حتى الهناية ان شاء الله كان هاد الخبر اللي بغيت نقاسم معكم عند جوجدين من قائدات لهم ومهمين حتى نتلقاهوا ان شاء الله في الموضوع الماجي باتنسوش بارتاج ولايك للفيديو باش تعمل فائدة تهلو اللي جا فروسكم كما العادة سلام عليكم